موسيقى موسيقى دفع الظروف الانقلاب والحرب نحو ثلاثة ملايين نسمة للنزوح عن ديارهم أكثرهم تأثرا وضررا أولئك الذين صارت مناطقهم مسرح حرب ومواجهات وفقا لإعلان المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن عدد النازحين داخليا بلغ حتى مارس 2016 أكثر من مليونين وأربعمائة ألف نازح استحودت خمس محافظات هنا تاعز وحجة وصنعاء وعمران وصعدة على نسبة 68% من إجمالية ضحايا النزوح الداخلي وتصدرت تاعز لوحدها بأكثر من نصف مليون نازح ولا عدد مرشح للزيادة مع السمرار جرائم الحرب موسيقى منطقة جبل حبشي الواقعة شمال مدينة تاعز هي أيضا تعرضت لاجتياح مسلح من قبل ميليشيا الحوث والمخلوع شمل كل أنحائها ومعنى واضطر عدد من مواطنيها للنزوح قسرا بحثا عن الأمان وطلبا للسلامة نزحنا بسبب المشاكل هذه وذا استحبنا من المشاكل مدريننا في أننا في مشاكل نزحنا بعمرنا وشلنا العيال حقنا ومشينا والآن وصلنا للمنطقة هذه والحمد لله والآن نطلب الله معافية وخير والسلامة نحن الله نحن خارجنا من لأسف وجدوا أنفسهم واقعين بين فكي الحرب والإهمال الرسمي وتجاهل لحقهم في الإغاثة الإنسانية فهم هربوا من قراء الحرب من قراء القصف من قراء الموت من قراء القتل لا يجدون أي شيء في هذه المنطقة كما ترون وكما هو حاصل أمامكم لا يجدون قوت يومهم عاشنا والله عاشنا هذه كل يام كقائلها وبعد رقعنا خارقنا خارقنا قلنا ما فيش عاد لا غازات لا ذا لا ذا ما فيش لا أكل توفار لا شيء خارقنا ودعا حين مكان حانا حالتنا والله معدب قينا مكان نحن حالتهم من الحرمان يعيشها هؤلاء النازحون على مرأة من الجهات المعنية في محافظة أبيان مشاهد بؤس ومعاناة أشبه بتلك التي رأيناها في مخيمات نزوح في القرن الأفريقي بينما منظمات الإغاثة توزع مساعدتها على بعد كيلومترات وليس ثمة جديد في حياة هؤلاء البؤساء سواء أنهم من التعب وإلى التعب كما تقول عفاف هناك تعب هناك تعب هناك تعب هنا ما فيش أي شيء أغاثة ما فيش كل حاجة ما فيش استيدي دوري دوري يدعمون حابة أغاثة هنا هؤلاء النازحين نزحوا إلى محافظة أبيان مديريز زنجبان كما ترون هم يعيشون مأساة بل المأساة تتفاقم يوما بعد يوم كل هذه المأسي تحل على أبناء محافظة تعزل نازحين الذين نزحوا إلى محافظة أبيان وهم لا يجدون أوت يومهم هم يباتون في هذه العشش في هذه الصنادق المكونة من الكراتين ومن الأخشاب يتعرضون يوميا للبرد وللحر في الصباح الحر وفي المساء البرد أكواخ بسيطة التكوين وعشش مهترئة بلوها بأنفسهم مما تيسر من أعواد الحطب وأوراق الموز وسعف النخيل عفاف فتاة في مكتبل العمر واحدة من ثمانية أشقاء فجأة وجدت نفسها مسؤولة للبحث عما يمكن أن ينفع قوتاً لأشقائها الصغار أحنا أسردنا أخواني كلهم صغار صغار يعني شي معانا أبو يقضي يعني عاقل أبكه أمي كان عاقله أخواني صغار الأخت عفاف هي تعيل أحد الأسر وهي فتاة في سن الثمانة عشر فرت من القصف والضرب فهي حالة من مئة حالة من الحالات الذين تعرضوا لهذه المأساة فهي صورة لجميع الصور التي نزحت من محافظة تعز إلى محافظة أبيان ونرجو من الكل الوقوف لالتشال هذه الحالة حرمتها الحرب من الاستقرار وحالت دون مواصلة تعليمها أصفت بأحلامها الصغيرة واضطرتها لإعادة النظر في أحلامها حتى أصبح حق العودة إلى مدينتها حلما بالنسبة لها كانت درس مدرسة مدى حين مع الحرب هذا معك قدرت دراستي تمنى أن نرقع الدراسة حقا وسبا نصلح أمنياتي كنت درس كمال دراستي وشترق بلادي قريبا من كوخ عفاف استقر جاروهم النازح أيضا أب لأربع طفلات وينتظر مولودا جديدا انقضت أكثر من سبعة أشهر منذ نزوحه إلى أبيان يكافح بعزة ليوفر الكفافة لصغاره لكن المسئولية أكبر من إمكاناته أزحنا لست شهور أو تقريبا سبعة شهور هذه الأسرة نزلنا خلال عمل لك أخصائية وقلت أن ظروفهم بالصراحة لا توصف ظروف يعني صعب أنك تشرحها أساسا فنقول يمكن نلاقي خير من أرقاء الخير أو من نحب أن يعدم شي لهم فهو عند الله سبحانه وتعالى بؤس وعوز وإهمال وتجاهل طفولة في مهب النسيان وأسر تطحنها الفاقة حالات تستدأي تدخل الإنساني العاجل للتخفيف من وطأة الفقر والحرب لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون من يعيلهم فهم نزحوا إلى هذه المنطقة دون أي عوامل للحياة فهم في هذا المكان لا يجدون أي منظمة تقيثهم أو تعولهم أو تعينهم فالسلطة المحلية في المحافظة لم تقدم لهم أي شيء وكذلك الحقوقيين والناشطين لم يقدموا أي شيء هذه صورة تلخص الوضع الإنساني لنزلاء هذا المخيم الشعبي معاناة دبعت عفاف لتتمنى انقشاع غمة الحرب لتعود إلى تعز أملا في خروجها من دائرة التعب إن شاء الله الحرب يتخلص تخلصوا حمنا ذك رقع بلادنا لأننا عايشين والله بعدها بتعب فقر فحرب فنزوح ثم مراوحة في مربع الإهمال الرسمي وتجاهل المنظمات الإنسانية وكأنه قد كتب على ضحايا الحرب من الكادحين أن يواجهوها وحدهم حتى تحين التفاتة من السلطة الشرعية تنتشيلهم من قاع الوجع وتضع حدا لمعاناتهم هنا في تعز أتت الحرب على كل شيء حل الدمار في كل الأنحاء نال الخراب من وجه المدينة الحالمة المدنيون هم أكثر الفئات دفعا لثمن الحرب وحين تكون المدن ميدانا للقتال فهم أكثر القتلى وأسهل الأهداف لا يفرق الرصاص والشضايا بين مسلح أو مدني صغير أو كبير ولا ذكر ولا أنثى تحتفظ الداكرة بصور أليمة لما حدث من جرائم لا تزال آثارها مثلة ولا تزال تفاصيل الوجع سهلة الاسترجاع وما أصدقها حين ترد على لسان طفل بريء حين تحل الحرب يضطر المدنيون للنزوح قسرا هربا من شبح الموت الذي تحمله النار وكم من أبرياء قضوا لمجرد أنهم كانوا في مرمى نيران ميليشيا الحوثي والمخلوع هنا ثلاث فتيات بريئات قضينا جراء قصف همجي لا يزال مسرح الجريمة شاهدا على حجم الكارثة التي حلت بأسرتهم يعني هم كانوا قارسين هنا ثنتين البنت الصغار وطارت رقلة هنا ويد حصلت بالمكان هذا ورأس هنا مبقطين بنت عمرها ثلاث سنين أختي لي ثلاث سنين واحدة عمرها ثمان سنين واحدة عمرها خمس سنين بعيدا بقتلين هذين أشياء القريمة اللي ارتكبين بحقكم بيتنا أصبحت دمار دمار شامل بعد أكثر من عشرين سنوة بيبنيها طب طب حقرة حقرة من شان تسبرنا نحن بيت فضلا عن السهداف العشوائي هناك جرائم مباشرة اقترفتها البليشيا بحق المدنيين منها طردهم عنوة من بيوتهم للتمركز فيها واستخدامها متارس حربية منزل أسرة المواطن نبيل عبدالله غانم كان واحدا من البيوت التي أخرجت الميليشيا منها أهلها وحولتها إلى متارس والله أنظروا نحن ثلاثة يام لازم نخرج نحن قلنا ما بنخرجش لكن في الأخير كان يضربوا على البيب الرصاص لازم تخرج آخر برس ساعة ثنتين بالليل قال لنا يا الله انزل ولبون حال الحارة قمنا مع السلامة برباشة تولبنا أكثر من كم نفر ونزلنا برباشة اليوم الثاني قينا نشر الأطفال حقنا من الحارة من وراء عزلوا بنا بالليل بألم يحكي الرجل كيف أرغم هو وأسرته على ترك منزلهم وكيف أن الميليشيا لم تأبه لخطورة إجلاء مدنيين أثناء سير المعارك دون مبالاة بحياة الأبرياء في الليل خرجنا لحالنا كرجال قالوا لنا برع النساء اليوم الثاني الصباح الساعة عشر كنوا برع للحارة اللي بالخلف عزلنا انتقل نبيل بأسرته إلى مكان آخر وذاك مرارة النزوح نحو سبعة أشهر إلى أن أعادت المقاومة تأمين الحي الذي يقع فيه منزله فقرر العودة لكنه فوجئ بما ضاعف معاناته اللي خلقنا عودة الدنيا صارت بأمانة الآن بعدما دخلت المقاومة هنا رجعنا البيت حقنا لكن رجعنا مدينة الشباح كلها مدمرة كلها خاربة نهبت عناصر الميليشيا التي تمركزت في البيت كل شيء ذي ثمن وعبثت بكل المحتويات وواجد نبيل نفسه مطالبا بترميم وصيانة البيت الذي أفنى عمره في بنائه لأسرته الكبيرة هذا الوضع البيوت بالشكل هذا كيف تعيش كيف تعيش أنا ممكن أقدر تحمل عيش هذا كيف يعيش هذا ابن ابني كيف يعيش ومعيح فاتزي كذا أكثر من عشر كيف يعيش صح؟ فرحت الأسرة بقدرتها على العودة إلى المنزل لكنها لم تجد المنزل الذي فرحت بالعودة إليه كنت فرحان برقع بيتي أي إنسان فرحان يرقع زي إنسان بالغربة يشتير رقع وطنه هذا كوطني أنا الآن رقعت له وطني وطني مدمر تعبان مريض من بيصليح لي ما أدري إيش يسوي وذال هنا عايش نال الله أسباب أخرى ضاعفت من معاناة الأسرة العائدة لتويها من تجربة مرة مع النزوح حال قد يدفعها للنزوح مجددا فالحرب التي هربوا منها ليست مجرد رصاص وقذائف بسبب الدخان والنامس والأوبيا الآن لأن الطاوية مفتحة والقمرية مكسرة والأبواب مخربة وليس قادرين نعيش يعني خرجنا سبع ثمانية شهور مستاقرين والآن راجع إلى البيوت حقنا بنعيش والظاهرنا بنرجع نستقر من جديد بالنسبة للعوامل الطريقة بفعل الحرب فإن من المفترض أن يستدعي الأمر تدخلا من الجهات المسؤولة لتطبيع الحياة كما كانت عليه من قبل وإن بشكل نسبي المطلوب ببساطة المسارعة لإطفاء حريق مخزن المخلفات البلاستيكية الذي يهدد دخانه المستمر حياة السكان هنا والتعجيل بإعمار ما دمرته الحرب تساؤل عادي ومشروع يفترض أن يجد استجابة طبيعية من قيادة محافظة تعز في إطار واجبها في معالجة آثار الحرب بحسب الإمكانات البتاحة وحتى تتم الاستجابة سيبقى المواطن في انتظار أن تأخذ العدالة مجرها حالة هذا المواطن تنسحب على حالات كثيرة مشابهة سواء في تعز أو في عدن أو في غيرهما من المناطق الأمر يتطلب يقضة من أهل الاختصاص الحقوقي والإنساني لرصد الانتهاكات التي طالت وتطال المدنيين وهو ما يقوم به متطوعون تفرغوا لتتبع آثار جرائم الميليشيا إعداد ملفات متكاملة وواضحة وشفافة ودقيقة ابتداء من قاعدة بيانات وانتهاء بقمع الوثائق كلها بما يؤكد ارتكاب هذه الميليشيات لهذه القرائم وما يؤكد وقوع الضحايا وسقوط الضحايا وهي ملفات تؤد لمحاكمة الميليشيات ومرتكبي قرائم الحرب أمام القضاء الدولي والقضاء المحلي ما جرى في كل مكان وصلت إليه الميليشيا جدير بالرصد والتوثيق لأنه جرم لا يمكن أن يسقط بالتقادم ولا ينبغي أن يفلت فاعلوه من العقاب تحت أي غطاء أو تسوية حتى لا يجد الضحايا أنفسهم محيدين في مواجهة كابوس الحرب وآثارها الأليمة اشتركوا في القناة